من بيرسي تاو خليني أروح لجوفاني انتيني وزي ما قلت لحضراتكم للي ما تابعناش في بداية الحلقة جوفاني انتيني في يوم من الأيام كان الصفقة الأهم والصفقة الأغلى والصفقة الأكبر لواحد من أكبر الأندية الإيطالية وهو الميلان وطبعا كان واحد من نجوم المنتخب الإيطالي كلمنا وبعت لنا الحقيقة رأيه في مستوى منتخب إيطاليا وفرصه في التأهل لكاس العالم خصوصا بعد فوزه أو تحقيق للاقب اليورو اللي غاب عنه لفترات طويلة كلم معنا كمان على بعض ملفات الخاصة بالدوري الإيطالي وكلم معنا عن نجمينا محمد صلاح تعالوا نشوف جوفاني انتيني نجمي الميلان وإطاليا لإي ونرجع لحضراتكم أحسن محمد صلاحة بالدوري الإيطالي 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 إننا نشوف جوفاني anche perché per due mondiali consecutive dover vedere l'Italia fuori dai mondiali mi sembra una cosa talmente triste che è impensabile almeno questo non me lo voglio nemmeno immaginare sarà difficile ma spero e mi auguro possa poi alla fine spuntarla e fare il mondiale di questo inverno che si svolgerà per quanto riguarda Salah Salah è un giocatore fortissimo ha dimostrato alla Roma prima e al Liverpool adesso di essere un grande giocatore molto importante e molto fondamentale per la squadra del Liverpool si è meritato sicuramente il premio come miglior giocatore del mondo mi auguro che possa continuare così questo è il mio augurio detto questo volevo abbracciarvi tutti quanti un saluto a tutta l'Egypto ciao a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il giorno grazie a tutti 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 مرة تانية لصفوفه. وقال إن فكرة التباطؤ في عدم تجديد ليفر بول لمحمد صلاح بتدفع مسؤولي للتفكير بجدية في انتداب اللعب المصري محمد صلاح. اللي بقوله حضراتكم ده نقلته شبكة عن موقع جول العالمي. وقالت إنه تشيلسي بيرائب محمد صلاح وبيتابع عملية التفاوض اللي حصلة بينه وبين ليفر بول. لأنه فضل في عقده 18 شهر متبقية. والغاية النهاردة لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد. وبالتالي مسؤولين تشيلسي بيفكروا إيه؟ بيفكروا إنه إذا حصل توافق في وجهات النظر وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بينهم وبين محمد صلاح من ناحية فالتفكير هيكون أو التوجه في تشيلسي يعني في التوقيت ده هيكون لقبول العروض اللي بيتلقاها جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي والمنتخب الإيطالي ومنهم عرض كبير جدا وراغبة كبيرة جدا من يوفي الإيطالي في انتداب جورجينيو. عشان كده في حالة إذا ما كان فيه اتفاق مبدئي مع صلاح على الانضمام لتشيلسي وموافقة من صلاح الانضمام لتشيلسي بعد ما نخلص كل التفاصيل طبعا. يعني مدة العقد قيمة التعاقد وواقي لآخره. هيكون فيه توجه من إدارة شيلسي إنها تبيع جورجينيو عشان تضم محمد صلاح لها قبل طبعا ما يحصل أي اتفاق بينه وبن أي نادي تأتي